الرئيس عبدالفتاح السيسي حيوجه النهاردة كلمة للعالم في احتفالية منظمة العمل الدولية واللي بتقام بالتزامن مع إقراء المئوية لتأسسها ومرور ستين سنة على إنشاء مكتبها في القاهرة كلمة السيد الرئيس حيلقيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية اللي بيتم تغطيتها على مستوى أربع قرات من خلال 24 دولة حتذاع الاحتفالية عالميا وبيشهد عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة دكتور مدبولي رئيس الوزراء بيترأس النهاردة كمان اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بيعقبها اجتماع لمتابعة مشروعات تطوير منطقة المتحف المصري الكبير والفستات